اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يتصدر الجاكور السلسلة الغذائية في الغابة بما انه حيوان منعزل فهو يعيش ويصطاد بمفرده باستثناء اللقاء المفرد والمختصر خلال موسم التزاوج يمكن ان يغطي نطاق الجاكور اكثر من 13 كم مربعا على عكس مناطق العديد من المخلوقات تبين ان شبكة انهار وجداول الامازون الشاسعة لا تشكل عائقا بالنسبة الى هذا السنور الكبير يحب الجاكور المياه كما انه يتقن السباح المخلوقات المائية كالسماك والسلحفات المائية والتمساح الامريكي تشكل جزءا رئيسيا من نظام الجاكور الغذائي لكن الثادية الاكبر هي على قائمة الطعام ايضا 90% من جميع المخلوقات على الكرة الارضية هي من الحشرات الا ان الاغلبية كالفراشات تلعب دورا رئيسيا عبر التلقيح بينما تتمتع مخلوقات اخرى بتأثير تدميري رغم حجمها الصغير فان فيلق النمل مسؤول عن المزيد من الموت في غابة الامازون الاستوائية اكثر من اي مخلوق اخر قد تحتوي هذه المستعمرة على اكثر من مليون مخلوق وجيل جديد من يرقات النمل داخل العش الموقت بحاجة الى الطعام المستكشفات هي اول من تنتشر على ارض الغابة وتفرز الفيرومون ليتبعها البقية ترتبط العاملات بعضها ببعض لتشكل جسورا حية حين مواجهة فجوات بطريقها موسيقى تحرس الجنود طريق الصيد موسيقى تستخدم هذه الكماشات القوية للقتال وليس للبحث عن الطعام موسيقى يمكن لسرب واحد ان يقتل حوالى ثلاثين الف ضحية في اليوم موسيقى لكن الامور لا تجري وفقا لرغبة فيلق النمل بينما تحاول حجرات عديدة الهرب من الهجوم تقع ضحية حيوان مفترس اخر بما انها جزء من مرتفعة جويانا كانت شيري بيكاتي مستقرة في بحر ضحل خلال ملايين السنوات تساقطت طباقة رمل الكورتز المتجانسة باستمرار تبلور الرمل ثانية عبر الضغط وشكل الكورتز احدى اقدم واقصى الصخور في العالم واخيرا ارتفعت الهضبة فوق مستوى البحر بما انها تحررت من ضغوط متنوعة تمددت الكتلة الصخرية وتسببت بتكون شقوق عمودية المطر الذي تسلل الى الشقوق المنتظمة تسبب بتمددها وبدأت كتل من الحجر الرملي بالتساقط اضيفت الانهر الى هذا التفتت وشكلت جداول كبيرة وتركت وراءها جزر عدة او قمم مسطحة معروفة اليوم مواطئ الحيوانات الثلاثة الامازون يانوس والانديز تتعاون لترسم هذا المتنزه الوطني سيرانيا ديلا مكارينا مكان غني مليء بالغابات والشجيرات والسافانا ومزين بالقمم المعزولة الأنهر الجارفة وشلالة الرائعة هذا المسكن مميز جدا وقد كان المتنزه الوطني الاول في كولومبيا يسمى كنز العالم والمصرف البيولوجي تم اخذ اكثر من خمسة عشر مليون عينة من هذا المكان في خلال الدراسات الأولى هناك تنوع كبير من الرئيسات مع حوالى ثمانية انواع من السعادين وخمسمائة نوع من الطيور حوالى سبعة وعشرين بالمئة من انواع الطيور في كولومبيا إنه عالم من السحاب الأشجار المنخفضة والنباتات المعلقة الأشجار المنخفضة والنباتات المعلقة بسبب هطول الأمطار كل يوم تقريبا تبقى الغابة رطبة على الدوام تصب جميع المياه في الجداول والأنهار التي لا تحصى موسيقى 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 يعيش عدد صغير من القرود على هذا الارتفاع لذلك لا تكون المسافة قوية وإحدى الفصائل التي تفعل هي الأكبر في أمريكا الجنوبية وهي تزدهر هنا تحتوي غابات الغيوم على فصائل متنوعة جدا من الطيور وأحد أبرز هذه الفصائل هو العصفور الطنان يتسبب الارتفاع الشاهق بليال باردة ونهار رطب لذا لا تستطيع الكثير من الحشرات الصمودة في هذا المكان وقد أصبحت هذه الطيور أهم ملقحين نباتات إنها تحلق في مكانها وتضرب جناحها سبعين مرة في الثانية ويخفق قلبها ألف مرة في الدقيقة ومن أجل تفعيل عملية الأيد القوية عندها عليها أن تشرب ما يعادل وزنها من الرحيق في كل يوم وهي تأكل من مئات الأزهار بهدف الحصول على ما يكفي من الطاقة للصمود التنوع النباتي هنا مذهل كل فصيلة من الطيور الطنانة تقتات على نوع معين من الأزهار ومنقارها مخصص للوصول إلى الرحيق في الداخل الطيور الطنانة في جبال الغيوم في الأنديز أكثر عددا من أي مكان في العالم وفرة الفواكه هنا تعني أن الكثير من الطيور الأخرى بإمكانها تخزين الكثير من السعرات الحرارية وهذا الأمر يعطيها الكثير من الطاقة والوقت لتجذب الجنس الآخر أحد القاتنين هناك يعمل بصورة إضافية للحصول على شريك ديك الصخور الوهاج إنه يصرف طاقته في القيام بتقص معقدة جدا آملا للفوز بأجاب أنثى مع ذلك فهو ليس وحيدا فالكثير من الذكور تجتمع للقيام بذلك وسيكون من الصعب عدم التعدي على مساحة بعضها بعضا وهو دائما بحاجة إلى أن يبدو بأفضل ما يمكن هذا المجهود قد يكون متعبا جدا ثاني موطن للحيوانات يقع في السيرانيا ديلا مكارينا هو حوض أورينوكو يعبر النهر أورينوكو في وسط هذا المشهد الطبيعي عبر الغابات الجافة والسهول التي تتعرض للفيضانة بصورة موسمية قبل أن يتفرق في ديلتا من غابات المستنقعات والمستنقعات الساحلية لكن الإنسان نجح أيضا بالتأقلم مع العيش هنا تشرق الشمس فوق الأمازون موطن الحيوانات الأخير ضمن السيرانيا عشرة بالمئة من غابات كولومبيا المطيرة تقع على الحدود الأمازون هي الغابة المطيرة الاستوائية الأكبر في العالم تحتوي على عشرة بالمئة من الفصائل المعروفة في العالم هذا الحوض يجففه نهر الأمازون المؤلف من خمسة عشر الفرافد نظام الأنهر هذا هو خط حياة الغابة والأمازون الكولومبيي يشكل الحد الجنوبي للمتنزه الأنهر الأمازونية الكولومبية هي مأول لسن نورين كبير في أمريكا الجنوبية بينما الجبال المغطات بالضباب في الشكو سمحت لمجموعة غير معروفة من الطيور بالتأقلم أزهار الأوركيد يعتقد أن كولومبيا هي موطن لأكثر من خمسة آلاف سنف منها بنسبة خمس عدد أزهار الأوركيد على وجه الأرض بأشكالها الأخاذة تزهر بعدد كبير من الأشكال والألوان والوضعيات تم أزهار الأوركيد بشكل أكبر وأوسع مع ارتفاع درجات الحرارة الكوريانثيس أو ما يعرف بزهرة الأوركيد الدلو وجدت جزيرتها الخاصة لتكون علاقة خاصة مع أعشاش النمل التي تتدلى من الغطاء النباتي ولأن آلاف العمال يهتمون بها جذورها تؤمن العش مع الهيكل لتنمو عليه وفي المقابل يقوم النمل بحماية زهرة الأوركيد بحماسة من المفترسين ويؤمن لها الغذاء من الطعام الذي يجمعه حقول النمل هذه هي البيئة الوحيدة التي يمكنها أن تزدهر وتنمو فيها باعتبارها تزهر فقط يومين أو ثلاثة أيام في العام لا يوجد وقت لإضاءاته عبر نشر عطرها في الجو هذا الأور الخاص بها يطفو مع النسين القطرة التي تسقط من جانبيها الأعضاء المنتجة للماء فريدة بأزهار الأوركيد هذه يقترب النحل أكثر وأكثر وقد سيطر عليه العطر تماما حتى يتم استياده في فخ الأزهار المخادع الجدران النعمة الشمعية لا تمنحه الفرصة للهرب والسائل اللزج يلتسق بأجنحته فيجعلها من دون فائدة وهو محتجز في الدلو ذكر النحل العنيد لديه مهرب محيد يكافح عبر النفق الزليق الضيق إنه يمر تحت أعضاء التكاثر لدى الأوركيد حيث يعلق أصناف محددة من نحل الأوركيد بوسعها تلقيح الأوركيد هذه إذا كان حجمه كبيرا جدا لن يستطيع الهرب عبر تجفيف أجنحته تنتهي المحنة أخيرا إنه مصدوم ولن يقترب من هذه الزهرة مجددا ليمنع التلقيح الذاتي تبتعد التيارات بعد وقت قصير لتفسح الطريقة لأنهار المياه البيضاء القوية التي تخترق الغابة التي لا يمكن اختراقها إنها تعمل كممرات لقاطني الغابة تسعون في المئة من جميع المخلوقات على الكرة الأرضية هي من الحشرات إلا أن الأغلبية كالفراشات تلعب دورا رئيسيا عبر التلقيح بينما تتمتع مخلوقات أخرى بتأثير تدميري رغم حجمها الصغير فإن فيلق النمل مسؤول عن المزيد من الموت في غابة الأمازون الاستوائية أكثر من أي مخلوق آخر قد تحتوي هذه المستعمرة على أكثر من مليون مخلوق على مسافة مرتفعة من أرض الغابة اختار مخلوق طريقة فريدة لتجنب أكبر الحيوانات المفترسة التي تسكن في الأسفل تمضي عصة الكسلان حياتها بكاملها تعيش على فرو مضيف الشجرة قد تتخذ المئات منها ملاذها على حيوان واحد الطحالب الغنية بالمغذيات والتي تنم على جلد الكسلان الخارجي تزود العصة بمخزون طعام دائم بما أن مصدر طعامه الرئيسي موجود في ظلة الغابة نادرا ما يحاول الكسلان النزول إلى أرض الغابة لا يسهل هضم الأوراق على الدوام لذا يتمتع الكسلان بمعدة كبيرة وبطيئة لتفكيك غذاء السليلوز الصلب يمكن أن تستغرق عملية الهضم هذه أكثر من شهر لتكتمل هذه المجموعة من أقرب الراكون جميعها إناث وهي تحتمل الذكور فقط في وقت التكاثر تشكل سيرانيا ديلا مكارينا كنزا من الحياة البرية ويرأن غاباتها تخبئ أمرا خلابا آخر وهو ما يظن الكثيرون أنه أجمل نهر في العالم كانيو كريستاليس خلال العصر التباشري تشكلت جبال الأنديز متجهة إلى الأعلى عزلت الجبال جزءا من غابات الأمازون في عصور ما قبل التاريخ هذه المنطقة من الأدغال المعزولة أصبحت الشوكو في هذا القطاع الضيق من الأرض بين المحيط الهادئ وجبال الأنديز الغربية هناك متاهة من المساكن الطبيعية لم تمس ولم تكتشف لمسافة مئات الكيلومترات تحت منحضرات جبال الأنديز لتكون غابات منخفضة الطيور ذات الألوان الجميلة تحلق ومجموعة كبيرة منها تزقزق ليصل صداها عبر الأشجار يوجد في كولومبيا أنواع من الطيور أكثر من أي بلد آخر في العالم أكثر من 1800 نوع ما يعادل لتقريبا 20% من الأصناف الموجودة في العالم الجاكوار آكل اللحوم الأكبر في الأمريكيتين ويملك القدمة الأقوى بين جميع القطط وهي الضعف قوة قدمة الأسد لكن هذه الأنثى تستريح من الصيد بإمكان هذه الهرارة القضاء على جميع الفرائس على اليابس أو في المياه لذا مع توفر الطعام هناك الكثير من الوقت للاستراحة قد تكون سنورية كبيرة ولكن كجميع السنوريات تحب حيوانة الجاكوار قضاء معظم النهار مسترخية بالإضافة إلى كونه حيوانا مفترسا ماهرا في المكامن الجاكوار هو سابح ماهر أيضا عندما يحين الوقت للعثور على مكان استراحة جديد بعيدا عن الزبابات التي لا تهدأ السير في النهر يكون بمنتهى السهولة وبينما يحاول حيوان الجاكوار الاسترخاء تتربص أفاعي الأناكوندا في الجداول إنها أثقل الأفاعي ومن الأطول في العالم تنظم معظم حياتها حول الماء أو فيها ومثل الجاكوار إنها تغضر فرائسها تختبئ تحت سطح الماء بانتظار الفريسة الغافلة للمرور بجانبها أو للتوقف وشرب الماء تحت الماء حيوانات مفترسة أخرى تتربص تحتوي هذه الأنهر على أسماك شهيرة البيرانا ذات البطن الأحمر يتم تصويرها دائما كالحيوانة المفترسة المرعبة التي تصطاد ضمن جماعات وتزيل اللحم عن فريستها في غضون ثوان تعيش البيرانا في الواقع ضمن جماعات كبيرة للحماية لكنها لا تصطاد ضمن جماعات في العادة فقط عندما تكون جائعة جدا أو تعيش في بركة صغيرة مقتضة تدخل البيرانا في نوبة البحث عن الطعام تقترب الجماعات من فريستها وتلتهمها في غضون دقائق أسنانها المسننة والمثلثة التي تتشابك عندما تغلق فمها بالإضافة إلى فكيها القويين تعطيها قدمة قوية لكن البيرانا ليست الحيوانات المفترسة الوحيدة في هذه الأنهر هذه المياه الموحيلة تخبئ وحشا سمكة بإمكان طولها أن يصل إلى أربعة أمطار ونصف المتر وقد يصل وزنها إلى مئتي كيلوغرام أراب بيما هي السمكة الأكبر في العالم التي تعيش في المياه العذبة يتنفس هذا الكائن الغريب الهواء ويستخدم مثانة معدلة كريئة ويملك لساناً عظمياً مع أسنان يساعده على المضغي والابتلاع جلده الشبيه بالدروع هو مضاد للبيرانا الأمازون موطن أكبر حوض نهر في العالم أكثر من 15 ألف رفدة تجتاز منطقة تزيد عن 7 ملايين كيلومتر مردعة سيطر مخلوق واحد على هذه الممرات المائية منذ عهد الديناصورات التمسح الأمريكي ذو النظارة الذي استمد اسمه من الخط الخشن الذي يشبه النظارة بين عينيه يقدر أن أكثر من مليون تمسح يعيش في البرية ويستمر هذا العدد في الإزدياد تولت هذه الأنثى مهمة الحراسة خلال الأشهر الثلاثة الماضية زكسقة العصافير في أسفل كومة الورق تبلغها أن فترة الانتظار أوشكت على الانتهاء النمور المرقطة هي القطة الأكبر حجماً في الأمريكيتين وهي الأقوى على وجه الأرض بالنسبة للنمور المرقطة أنهار الشوكو ليست طرقاً سريعة فقط لكنها أيضاً عقبات يجب التغلب عليها أحد الثدييات الذي يتربص في الغابات هو صياد خفي البيوم المخادع وهو معروف أيضاً بأسد الجبال وهو قريب جداً من الهر الأليف في الواقع إنه أكبر السن نورية الصغيرة يعيش بين الجبال الصخرية الكندية وصولاً إلى أسفل أمريكا الجنوبية ويعود نجاحه إلى واقع أنه يأكل كل ما يمسك به من الحشرات الصغيرة إلى الثدييات الكبيرة أما هذا السن نوري فهو مجرد عابر سبيل الرطوبة المرتفعة بهذه الغابات الاستوائية تجعلها نعيماً بالنسبة للبرمائيات هي تستوطن بعض المناطق المعزولة في شوكو الكولومبيا هذه الضفاضع السهمية الذهبية تقفز عبر أوراق الأشجار بحثاً عن الوجبة التالية بألوانها الساطعة تتميز الضفاضع بين أوراق الأشجار هذا الذكر لا يخاف كثيراً من المفترسين جلده الأصفر الفاتح اللون يعمل كأنذار لهم ليبقوا بعيدين عنه ولسبب وجيه تعتبر الضفاضع السهمية الذهبية أكثر الفقارية سماً على وش الأرض شهيته التي لا تنضب هي ما يسمح له بالبقاء حياً باستخلاصه مواد كيميائية من بيئته يشكل جرعته القاتلة هذه من بين أطول أشجار الأيكة الساحلية على وجه الأرض قمم الأشجار التي تشبه القباب قد تصل إلى ارتفاع خمسين متراً ويمكن أن يصل قطرها إلى ثلاثة أمتار لدعم هيكلها المرتفع فإن أقواصها المنحنية تمتد إلى الخارج لتشكل أغصاناً متشابكة كثيفة لا يمكن عمورها من أجل تأمين ملاذ آمن للجيل التالي من الحياة البحرية فإنها تعمل كوسيلة رعاية للساحل الشرقي للهادئ الحيتان الحدباء تصل كل عاماً إلى ساحل الشوكو تصل إلى هنا من الأراضي الغنية بالغذاء في شبه الجزيرة القطبية الجنوبية إنها أطول رحلة الهجرة للثديات على وجه الكوكب تستغرق حوالى 130 يوماً في رحلة تمتد لأكثر من 8000 كم تأتي لتلد في الكهف المغطاة بأشجار الأيكة الساحلية والخلجان هذه أم ومولودها الجديد هذا يجلبها إلى الجانب الذي تأتي منه الرياح في جزيرة جورجونا على بعد 35 كم قبالة الساحل هي تحميها من تيارات الهادئ القوية أمام صغير الحوت بضعة أشهر فحسب لينمو ويصبح قوياً قبل أن يقوم برحلته المتعبة إلى القطب الجنوبي أمه سوف تقطع هذه الرحلة لتلد كل عامين أو ثلاثة أعوام خلال حياتها قد تضع حتى 15 مولوداً تؤمن المياه الهادئة المحيطة بجورجونا ملاذاً آمناً لهذه الحيتان العملاقة اللطيفة إلا أن الجزيرة بحد ذاتها تخفي ماضياً مظلماً هذا العدد الكبير من الزواحف جعل الجزيرة مكاناً لاستخدامات خبيثة تعرف باسم الكاتراز كولومبيا كانت جزيرة جورجونا سجناً شديد الحراسة حتى عام 1984 خوفاً من الأفاع السامة والمياه المليئة بأسماق القرش اختار المساجين أن يبقوا داخل الجدران الآمنة سجين واحد فقط هرب وبقي حياً لمدة عشرين عاماً دمر السجناء الجزيرة حارقين الغابة بحثاً عن الوقود الآن وقد أصبح متنزهاً وطنياً حطام السجن استعادته الأدغال التي خربها السجناء فيما مضى هذه القرادة تعيش في مجموعات يصل عددها إلى عشرين فرداً هذه القرادة لديها أدمغة أكبر حجماً مقارنة مع حجمها من أي من الرئيسات الأخرى ومع عقول نشطة كهذه تأتي طوحات كبيرة حياتها ترتكز على المنزلة ينشأ القتال بينها بشكل متكرر ويمكن أن يكون له نتائج مميتة تقتل هذه القرادة من فصيلتها أكثر مما تقتل المخلوقات المفترسة منها لكن من بين كل هذه جزيرة واحدة على وجه الخصوص تعتبر موقعاً لأحد أجمل المناظر على وجه الأرض على بعد خمسمائة كيلومتر قبلة ساحل كولومبيا المطل على الهادئ تقع مالبيلو أحد معالم القليلة على ساحل الهادئ الاستوائي الشرقي الجبل الضخم تحت الماء يخترق المحيط الكبير وهو معزول وقاحل على سطحه تعوزه الأدغال الخضراء على غورغونا لكن تحت سطح الماء ثم تعالم سري هنا تتحد أربعة تيارات المياه العميقة والباردة تتصادم بالجروف المنحدرة لجبل مالبيلو البحري فتتسبب ببروزها من الأمق مع وصول هذه المجموعات الغذائية الغنية تنتشر الحياة بوفرة في المكان إنها بؤرة للتنوع البيولوجي في المحيط العميق لكن حين يكون الطيار مناسبا تماما حيوان واحد يسرق الأنظار أسراب أسماق القرش ذات رأس المتركة المحطة الرقيق المعرضة للانقراض تتجمع على الجزيرة كل عام وصلت المئات منها لتستفيد من خدمة خاصة وهي مغطة بجروح وندوب من المعارك لقد سبحت لأكثر من ألف كيلومتر بحثا عن جزء معين من الشعاب عند محطة التنظيف تتجمع أسماق القرش ببطء من أجل التنظيف سمكة الشفاه البارزة الملونة وسمكة الحلاق وسمكة البوق تنطلق من مواطنها المحمية لتفتش المشارك إزالتها للحم المتعفن والطفيليات عن بشرتها تمنحها عناية ضرورية هذه سمكة لن تأكلها عبر إنقاذ أسماق القرش ذات رأس المتركة من الأمراض التي تهدد حياتها تستفيد السمكة من وجبة قدمت مباشرة إليها من المحيط المفتوح إلى جبال الأنديز تعود الحياة إلى ساحل الشوك البري مع الريح المياه التي تتدفق عبر السماء وفي الأنهار التي لا تحصى سببت تنوعا كبيرا في هذه الغابة إن شبكة معقدة من المخلوقات تتجمع على ساحل كولومبيا الغربي كنتيجة لذلك الحيوانات الغريبة والفريدة غير الموجودة بمكان آخر قد ازدهرت أيضا بينما تقوم المخلوقات الأخرى برحلة عبر المحيطات الواسعة لتصل إلى دفافها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر